اهلا بكم الى هذه النشرة الاقتصادية نقدمها من الميادين ونستهلها كالعادة بالعنوين خطو انابيبي الات عسقلان القديم وسيلة اسرائيل لتطبيع النفطي مع دول عربية اعادة فتح معبري برويز خان والحاج عمران تنعش تجارة بين العراق وايران وفي النشرة زفاف الامير هاري سينعش اقتصاد بريطانيا اهلا بكم تسير اسرائيل بخطا متسارعة نحو تطبيع العلاقات الاقتصادية مع دول عربية وسيلة جديدة للتطبيع النفطي بدأتها تل ابيب وقبل ايام اعطت لجنة في الكنيسة الاذن لشركة اسرائيلية للعمل سرا محل شركة اسرائيلية ايرانية انشئت ابان حكم الشاه لادارة خط لانبيب النفط فما هو هذا الانبوب وماذا تريد منه تل ابيب اليوم تقرير حسن يوسف قبل خمسين عاما اتفق شاه ايران مع تل ابيب على انشاء خط انابيب يربط ميناء ايلات على البحر الاحمر بميناء عسقلان على البحر المتوسط كان الهدف منه حينها نقل الخام الايراني الى اوروبا من دون العبور في قناة السويس المصرية طول خط الانبيب هذا يبلغ مائتين واربعة وخمسين كيلو مترا وقطرهم مائة وخمسة سنتيمترات بطاقة استيعبية تقدر بمليون ومائتي الف برميل يوميا من ايلات الى عسقلان واربعمائة الف برميل في الاتجاه المعاكس قبل الثورة في ايران لم تستفد طهران كما يجب من خط الانبيب ومع قيام الثورة الشعبية عام 79 انقطعت العلاقات مع اسرائيل وبقي الانبوب على حاله فاستخدمته تل ابيب بوجهته العكسية نقلت النفط والمشتقات من عسقلان الى ايلات والمناطق المحيطة ورغم دعاوى تحكيم الدولية رفضت تل ابيب دفع التعويضات لطهران واصرت على استخدام الانبوب وفي عام 2002 اقنعت شركات روسية بالاستفادة منه لضخ النفط المصدر الى شرق اسيا واليوم هي تحاول سرا تشغيل الانبوب بوجهته الاصلية وربما تقنع دولا خليجية بالاستفادة منه لنقل نفطها الخام الى اوروبا وبتكلفة تقل عما تتقاضاه القاهرة لقاء عبور الناقلات من البحر الاحمر الى المتوسط عبر السويس عمليا خط الانبيب الايراني وهذا بات اداة في يد تل ابيب لشروع في تطبيع نفطي مع دول الخليج ووسيلة ضغط مالي على عائدات مصر الاجنبية من ايرادات قناة السويس عمليا خط الانبيب الايراني وهذا بات اداة في يد تل ابيب لشروع في تطبيع نفطي مع دول الخليج ووسيلة ضغط مالي على عائدات مصر الاجنبية من ايرادات قناة السويس اكد وزير النفط العراقي جبار لعيبي ان العراق حقق انجازا عالميا وزيادة غير مسبوقة لمستويات تصدير النفط الخام من الموانئ الجنوبية بلغت ثلاثة ملايين وخمسمائة وخمسة وثلاثين الف برميل يوميا اللعيبي رأى ان مستويات الانتاج الجديدة تعد انجازا عالميا سيرفع من مكانة العراق الاقتصادية ومن تأثيره في سوق طاقة العالمي متعهدا ان تستمر وزارته في تحقيق الانجازات لتعزيز الواقع الاقتصادي والتنموي في البلاد قال الرئيس التنفيذي لشركة قطر للبترول سعد الكعبي ان اندماج وحدتيها لانتاج الغاز الطبيعي المسال قطر غاز وراس غاز سيوفر للشركة خمسمائة مليون دولار من تكليف التشغيل ثانويا وبدأ الكيان الجديد الذي يطلق عليه قطر غاز العمل في الاول من كانون الثاني يناير حيث تتولى الشركة الجديدة ادارة كل طاقة الانتاجية من الغاز الطبيعي المسال في البلاد والبالغ 77 مليون طن سنويا والتي تباع عبر مزيج من اتفاقات المشاريع المشتركة مع شركات نفط غربية كبرى انخفضت اسعار النفط يوم الاربعاء من اعلى مستوياتها بسبب زيادة في الانتاج الامريكي ومخاوف من عدم التزام روسيا بالكامل اتفاقية خفض الانتاج العالمي مع اوبيك وارتفع انتاج الولايات المتحدة من النفط بنحو 16% ليبلغ 9 ملايين و750 ألف برميل يوميا في نهاية العام المنصرم وكانت روسيا قد تعهدت تقليص انتاجها 300 ألف برميل يوميا وهو ما نفذته بالفعل بحلول الربع الثاني من العام الماضي غير ان المراقبين يقولون ان انتاج روسيا ارتفع بمقدار 200 ألف برميل يوميا في الربع الثالث تتجه الصين للتفوق على اليابان هذا العام لتصبح اكبر مستورد في العالم للغاز الطبيعي وهي تستخدمه كبديل عن الفحم الحجري في اطار حملة مكافحة التلوث الصين هي ثالث اكبر مستهلك للغاز الطبيعي في العالم بعد الولايات المتحدة وروسيا لكنها تستورد نحو 40% من حاجاتها لان الانتاج المحلي لا يكفي لتلبية طلب واظهرت بيانات تومسون ريترز ان الصين ما زالت تتخلف عن اليابان لكن يتوقع ان تتفوق عليها في واردات العام الجاري باكمله اعادت ايران فتحة مع برعي برويز خان والحاج عمران الحدوديين مع اربيل وسليمانية مع اقليم كردستان في شمال العراق بعدما اغلقتهما طهران اثر الاستفتاء الذي ايد استقلال اقليم كردستان بالرغم من الطقس الماطر والبرد القارس الا ان الحرارة عادت الى الحدود الايرانية العراقية نحية اربيل والسليمانية مع اعادة افتتاح معبري برويز خان والحاج عمران افتقد هذا المعبر لاشهر طويلة حركة الشاحنات التلك بعد اغلاقه منذ فترة بناء على طلب رسمي من الحكومة العراقية حيث سيتم اجراء التبادلات التجارية بين ايران والعراق على هذه الحدود فضلا عن تنقل الركاب اغلاق معبري برويز خان الحدودي لمدة ثلاثة اشهر جاء على خلفية سياسية ما حرم السائقي الشاحنات من وظائفهم ومصدر رزقهم الوحيد الحمد لله لقد تم اعادة فتح المعبر اليوم وبدأ السائقون في نقل البضائع ونأمل ان لا يغلق مرة اخرى حاكم مدينة قصر الشيرين غرب ايران فارا مارز اكبري اشار الى الاهمية الاقتصادية للمعبر كونه يوفر فرص عمل لالاف العمال الايرانيين الذين فقدوا عملهم بسبب اغلاقه انه يوم سعيد بالنسبة لنا السائقون والجميع فارحون لرؤية المعبر الحدودية التي اعيد فتحها ونشكر جميع الذين ساعدوا على اعادة فتحها ونأمل ان لا يتم اغلاق معبر الحدود هذا او غيره مرة اخرى تقع مدينة قصر الشيرين غربية محافظة كرمن شاه وتشترك مع العراق بحدود تمتد لمائة وستة وثمانين كيلو مترا ويتمتع المعبر باهمية استراتيجية كبرى اذ تصدر من خلاله اربعة وخمسون في المئة من البضائع الايرانية الى العراق ارتفع احتياطي مصر من النقد الاجنبي الى سبعة وثلاثين مليار دولار في نهاية كانون الاول ديسمبر في ظل برنامج الاصلاح الاقتصادي الى جانب الحصول على قرد صندوق النقد الدولي وقيمته 12 مليار دولار وتنفذ الحكومة المصرية برنامجا للاصلاح الاقتصادي منذ نهاية 2015 شمل فرض ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر صرف الجنيه وخفض دعم الكهرباء والمواد البترولية سعيا لاعادة الاقتصاد الى مسار النمو وخفض وردات السلع غير الاساسية المانيا تشهد اعلى عدد للعاملين فيها منذ اعادة توحيد شطري البلاد المكتب الفيدرالي والاحصائي اوضح ان تدفق المهاجرين على سوق العمل المزدهرة ساهم في سد الثغرة التي ولدها المجتمع الهرم في المانيا شيخوخة السكان تعد عاملا ديموغرافيا سلبيا الا ان عدد القوة العاملة وصل الى اربعة واربعين مليون وثلاثمائة الف شخص كمعدل في العام الماضي اي بزيادة نسبتها واحد ونصف في المائة وقال المكتب انه رقم قياسي جديد منذ اعادة توحيد المانيا عام الف وتسعمائة وتسعين وانه الارتفاع السنوي الثاني عشر على التوالي كل شيء ايجابي جدا حاليا وبخصوص السنة الماضية في كنون الاول ديسمبر الماضي انخفض عدد العاطلين من العمل للمرة الرابعة وقد نمت الوظائف الخاضعة لمدفوعات الضمان الاجتماعي مرة اخرى وعلى نحو حد ولا يزال طلب الشركات على العمالة عالية المستوى عمليا يمكن القول ان العام الماضي كان ايجابيا جدا في المحصلة سجل معدل البطالة خمسة في المائة فاصلة ثلاثة رفعت ثمان عشرة ولاية امريكية الحد الادنى للاجور بما يراوح بين ثلاثين سنة للساعة ودولار واحد وذلك في خطوة تسعى الى زيادة اجور نحو اربعة ملايين ونصف مليون عامل وتعتمد الولايات المتحدة نظام عمالة قائمة على الساعة من دون وجود اي ضمانات اجتماعية متعلقة بالتعوضات والمنع من الصرف كما يوجد فوارق ضخمة في الاجور بين الولايات حيث يراوح الحد الادنى للاجور بين سبعة دولارات في بعض الولايات الى خمسة عشر دولارا في الساعة في ولايات اخرى خمسمائة مليون جنيه نسترليني او ما يعادل ستمائة وثمانين مليون دولار يتوقع دخولها الى الاقتصاد البريطاني مع تدفق سياح لحضور زفاف الامير هاري وخطيبته الممثلة الامريكية ميغان ماركل وسيجرس زواجه في تاسع عشر من ايار مايو في كنيسة سين جورج بقلعة وينتسر ويتوقع ويشهد هذا التاريخ تكرار سيناريو زفاف شقيقه الاكبر الامير ويليام عام 2011 حين زاد عدد السياح في المواقع ثلاثمائة وخمسين الفا عما كان عليه قبل شهر واحد بهذا الخبر نختم النشر المزيد ذور موقعنا الميادين دوت نت بلغتين العربية والاسبانية نشكر لكم حسن المتابعة واللقاء اشتركوا في القناة